اشتركوا في القناة غير ضالينا ولا مضل اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا انسان وجنا مرحبا باخواني واخواتي سأل الله تعالى ان يجمعنا على الحق والهدى والخير وان يشرح صدورنا وان يغفر ذنوبنا اللهم امين 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 احبكم جميعا في الله ونسأله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احبابي واخواني كما بينا باذن المولى جل وعلا سنتحدث ان شاء الله تعالى في هذه الليلة حول مسألتين عظيمتين الاولى الاولى مسألة الدورات واقصد بهذا من اكثر علينا اكثر علينا فاساء الينا بل اقول اساءل نفسي وان اسميه فالخير في التعميم لا في التعيين اتكلم بمنظور شرعي وعلمي وفقهي واجتهادي سنضع الدورات فروق الشرعية في الميزان حينما يعلم الرجل فقط بالدورات ويسعى سعيا من اجل ان يتصدر من اجل الدورات وان كل من يسعى فيها لا بد ان يرمى ويسقط الدورات الدورات فروق الشرعية هذا هو الموضوع كما يعلم الجميع من اخوات اني لا اعد العدة لأي موضوع الافكار باذن الله جل وعلا موجودة والنقاط تأتي اتباعا بفضل الله جل وعلا ونتكلم مع الاخوة والاحباب بما نعلم ونعرف بتوفيق من الله جل وعلا فكل سؤال اريد ان يكون باذن الله جل وعلا في هذه الليلة حول ما اتحدث واتطرق اليه حتى نغني الموضوع ونثريه باذن الله جل وعلا حتى اذا نسيت امرا فذكروني او اذا كانت عندكم اي اسئلة حول ما سوف نناقش ونبينه فاكتبوا السؤال باذن الله حتى اجب وبالتالي تعوم الفائدة باذن المولى جل وعلا موضوعنا الاول في هذه الليلة الطيبة المباركة اقامة الدورات في الرقي الشرعية ما الغاية منه وما الفائدة وبطبيعة الحال حتى ليس الظن فاني لا اقصد الكل والجميع ولكني اقصد افرادا او فردا فكما احب ان يضعنا في الميزان وليس اهل لذلك وندعوه ان يجعلنا في الميزان حتى نقوم سيرنا ان كان في عجاج فمن الواجب ايضا ان نبين باذن الله عز وجل امورا تخفى عن عامة الناس هذا الرجل الذي امامكم اقصد به شخصي واسمي في السير عقدين كاملين ولم اصنع ولا يوم دورة في الرقة الشرعية فيترى ما السر وما السبب هل لا نقدر على ذلك كنا في مجلس الاستاذ باللبصيل حفظه الله تعالى في بيته كنا في مجلس الاستاذ باللبصيل حفظه الله تعالى في بيته وكان من جمة الاسئلة وجهتها للشيخ الذي جاء من السعودية من الشرق وجهت له سؤالا هل استطيع انا ان اقيم دورات هل استطيع انا شخصيا الذي امامك ان اقيم دورات فكان جوابه ومن يمنعك من الذي يمنعك قم بالدورات قلت له اريد ان اقوم بها مجانا قال يا حتى وان اخذت مالا من الذي يمنعك الجواب الاول الذي سوف اجعله اطارا اذا كان سؤالي له في هذا الباب ولا احتاج منه تسكية في هذا الباب لكن كان سؤال لامر اخر لكنه تفطن للجواب فاجابني قال ومن الذي يمنعك السؤال الذي سوف اجيب وارد من كل لبيب وصاحب عقل ان يقف عليه حينما وجهت السؤال اليه في بيت باللبصيدي هل اقيم دورات واجابني من الذي يمنعك والتسجيل يشهد بهذا وستجدون هذا الكلام في التسجيل السؤال اذا كنت مخرفا وافسدت الساحة الرقية العالمية ليس المغربية فلماذا تمنحني امام الاخوة وتأذن لي وتقول لي ما الذي يمنعك ان لا تقيم دورات صحا لا من المفروض كما تقول على ان الوقت لا يسمح وعند كثير من الاخطاء المتراكمة كان من المفروض ان تقول لي لا انت غير مهيئ ومؤهل للدورات ولكنه علم ان قال لي شيء سافحمه في المجلس فحصل التخلص من سيره ومن سيرته وديدنه هذه اولى فان قال اني كذبت فالاخوة يشهدونه ان تناسوا الامر فالمقطع فيه هذه الكلمات اني سألته هل اقيم دورات في الرقية قال لي نعم ومن لم يمنعك قلت اريد ان اصنعها مجنق لي حتى وان صنعتها بالمال ما الذي يمنعك وصطر على المال لاني سأتي اليه في مسألة الدورات والفرق بين مال في الرقية ومال في الدورة الكل حلال لكن فرق تفصيل فابينه باذن الله عز وجل موضوعنا باذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المبارك احبابي واخواني حول الدورات التي يقوم بها هذا المدعو هذا المدعو والدورات التي يقوم بها يعرف فقط بالدورات يعرف فقط باذا بالدورات دورات في ماذا في الرقية الشرعية لا شك أن كل باحث في باب الرقية يحتاج إلى من يبصره أو كل مبتدئ في باب الرقية يحتاج إلى من يعلمه وهذا أمر طيب أنك تجد من يحرص على تعليم الناس علم الرقية الشرعية هذا أمر طيب جدا يعلم الناس كيف يرقوا أنفسهم وذويهم وأهلهم وأزواجهم أبناؤهم هذا الأمر طيب لا ينكره أي عاقل وأي فقيه وأي عالم بإذن الله سبحانه وتعالى لكن الأمر ذي وجب أن يعرف أن يعلم عند الكل وعند الجميع بإذن الله تعالى هذه الدورات هذه الدورات تقام على أي أساس تقام؟ هل تقام من أجل تخريج أو تهيئ رقاة متمكنة؟ هل نستطيع أن سوف نخرج أفواجاً من الرقاة المشدين المشتهدين بضغرة فيها يومين وثلاثين؟ يحج الناس من كل جهات المملكة يحج الناس من كل جهات المملكة من أجل أن يحضروا دورة في الرقاة الشرعية السؤال ماذا استفادوا؟ السؤال ماذا استفادوا؟ هل يأتي من يأتي ويقطع المسافات والأميال من أجل أن يروا صورة الشيخ؟ أو يأخذ صورة أو إطار في ورقة؟ هل بهذا سيعالج الناس؟ هل بهذا سوف يصبح متمكن مع الحالات؟ هل بهذا سوف يجد التشخيص الدقيق؟ ومعرفة أنواع العلل دور في يومين وثلاثة أيام؟ سوف تعود بالنفع على المتلقي؟ أم بالنفع على في الجيب من قام بها؟ لا بد أن نراحظ هذا الأمر دورات هنا وهناك ورحلات هنا وهناك بسيارة رحلات تجوال وكلام وكلام سنخرج الرقان المجدين المجتهدين في ثلاثة أيام كالذي يقول التعلم اللغة الألمانية في ثلاثة أيام دون معلم تعلم اللغة الإنجليزية في سبع أيام دون معلم يعيني يعيني هل فعلا من حضروا دورتك استفادوا؟ هل فعلا من حضروا الدورات طوال هذه السنوات استفادوا؟ طيب نشاهد الدورات على الأنترنت ونصبر أنفسنا حتى نعرف العلم الذي سوف نأخذه العلم الذي سوف نأخذه في باب الرقل الشرعي العلم الذي سوف يجعلنا نتبحر في أصول وفروع الرقل الشرعي ومع الحالات أحبابي وإخواني الدورات لا تقام مجانا في سبيل الله لا أتكلم عن كل جميع لكن نتكلم عن من نتكلم الدورات لا تقام لوجه الله في سبيل الله أصل الحرب الآن أني لا أقم دورات ولكن هناك من يسعى من أجل أن يبقى يحافظ على الدورات لأنه يحافظ على ماذا؟ أنه يتكلم الناس من خلال الحاسوب ويشخص حالتهم من خلال الحاسوب ولكن يحاول أن يحافظ على التاج لأن إذا أسقط التاج غابت الدورات وغابت الدولارات غابت الدورات وغابت الدولارات مفهوم إذن هذه الحرب والاستماتة في هذه الحرب الباطل هي من أجل الحفاظ على الإسم لأن الإسم يحافظ على الدورة والدورات باسم الشرع والدورات باسم الشرع باسم المشيخة سوف تأتي بزباء يظنون فيه الأستاذ والمعلم في كل بلد ويأتون كي يدفعوا ثمنا مقابل اللقاء والجلوس ويخرجون بخفي حنين هذا هو الحاصل دورة لا بد أن تدفع من أجلها المال الكثير لا بد أن تدفع المال ولا يفرق ولا يميز أو يميز بين هذا وهذا كل من يدفع سيحضر من دفع سيحضر المهم أن الكراسي يجب أن تكون ممتلئة والقاعة مكتدة ممتلئة عن آخرها وبالتالي سوف تجلس في كرسي وسوف تستفيد إن كنت مبتدئا إن كنت ماذا مبتدئا تريد أن تفهم ما هي العين والحسد والسحر والجن وهل يدخلوا هل يخرجوا هذه الأمور التي أراها من القسم الأول والفصل الأول التي أراها القسم الأول التي علمناها قبل عشرين سنة فلا بد أن تدفع من أجل أنك تراها في حيننا نحن نعلمها الناس مجانا يوميا على المباشر ولهذا لا بد أن يحارب المباشر نبينها للناس عيانا في هذا البيت ولهذا أصبح أسطر أكاديمي لأنه يعلم الناس الرقية مجانا إذا كنت تعلم الناس الرقية مجانا على المباشر فيسبوك في البيت ماذا تركت لنا؟ كيف لنا أن نأخذ رزقا طيبا حلالا بعلم ننتفع به وننتفع به لأن الفرق بيننا نعطي دروس مجانية لكن الناس يأتوا إلينا وقد يعطوننا مقابل مع أن نقدم الخير والناس أبينه لكن يعطونك بفضيلة جل وعلا ما تستحقه لكن بجه هنا الفرق إنسان ينظر لكن على أرض الواقع لا يستطيع فلا بد أن يحفظ على التنظير على حساب إسقاط عدالتك أنت وحينما تدعوه إلى أن يجلك الأخطاء ما يستطيع وحينما تدعوه إلى أنه يبرز لك قوته الميدانية لا يستطيع ويغلف هذا بشبهات وبأقاويل وبحسن تخلص كما يعرف أحبابي وإخوانا الرقاة من يقولكم أنكم سوف تستفيدوا من الرقاة في ثلاث أيام يكذب عليكم فقد تستفيدوا فعلا لكن نسبيا لا نقول الفائدة منعدمة لكن فائدة علمية سطحية أولية يعني العلم مراتب في الرقاة الشرعية أحبابي وإخواني فحينما تضل للناس وأقول لكم شيء واعذروني مع أني لا أطيق وأن أرى وأن أرى صورته وأسمع صوته لكني أرغم نفسي أقول لعله ما جالساني ولكن عنده بضاعة وعنده علم حاولت أن أسمع بعض الضوارات عادي جدا حينما يقول لك كلام يعني لا يحتاج أن نقرأ الكتوب وأن نبحاث وأن نعكف على المسألة ونحررها هنا وهنا ونرجع إلى الكتوب المكاتب إذا كلام كلام هذا إذا كنت سأثقوا دورا بهذا الأسلوب الذي يقوم به يعني الله المسأل كان الله في عون الرقاة طلبته هذا العلم كان الله في عونهم صراحة وليد من الأسباب وعدم وجود المشتهدين ليس هناك من يخرج لهم الزبدة والعصارة ويعني القوة أسباب أساليب التي تقهر الجن والشياطين ليس هناك دورات بهذا المستوى العلمي والعملي القوي جدا إذا أصبح هناك تجارة بإسم الصورة والإسم الشيخ سيأتي دورا سوف أخذ ورقة وفي النهاية تسبونا جميعا عن بكرة يا أبيكم تسبونا وتلعنون ليس فيكم طيب وليس فيكم صالح أخذ القافة أخذها عن القافة ودووز معها وحد الشربة دي للماء وبصحة والراحة حضرتي وعظمتي وكرمتي وكتسب ما فيكم مش خير ومش في تونس ومش الليبيا ومش كذا ومش كذا مع أننا كنشوفوا أعلام في سعودية كيقوموا ناس وأكفاء طيبين نعرفهم في الميدان يقوموا بدورات ونحترمهم صراحة وتحت إطار ديال الدولة وكذا وكذا الحمد لله هل سبق وأن رأيناه قام بدورة في السعودية بإطار قانوني مرخصته من الدولة السعودية وله دعوة السؤال حينما يؤتى به إلى هذه الأرض الحبيبة كما يقول لو كانت حبيبما سب أهلها وأنهم صحا أو ما فيهم على الأقل معالجين أكفاء هذا البلد المغرب الحمد لله الحبيب المضيوف الكريم تقام فيه دورات قانونية بإسمكم في دغيات في دغيات جمعيات السؤال هل سبق وأن قام بدورة مشي في البيت في ركن دورة قانونية في البلد بإطار وطني سعودي بإطار حكومة تحت غطاء وزارة الإفتاء السعودية هذا السؤال هذا السؤال فقط سؤال تونس لأن كانت هناك أزمة كان هناك فراغ في الساحة كان هناك عدم الإخوة المبتدئين في الرقي جزم الله وخيرا كانوا حينها محتاجين إلى من يقيم الدورات كان هناك الموقع الذي كان عنده كان يعطي اسم للناس لا يعرفون حقيقة فقط يرون بعض الجزئيات كبعض المغاربة الذين يوضعون تانيات خمس دقائق سبع دقائق في الجلسة والناس لا يعرفون حقيقة الجلسة كيف هي فيظنون أن هذا عالم أو أنه راق يعني متمكن هذا السؤال المهم جدا أحبابي وإخواني هل كل من صنع مقطع أو موقع خلاص أصبح عالم فرقية الشرعية؟ هل كل من تكلم فرقية أصبح عالم فرقية الشرعية؟ هل كل من أظهر أن يعني لقطة من جلسة أصبح يعني مجتهد متمكن فرقية الشرعية؟ لا بد لهذا الأمر أن يثبت مع الأيام والأسابيع والشهر والأعوام ومع كثرة الحالات والمواقف والجلسات والمتابعات ليشهد القاصي والدالي بالرجل في تمكنه وفي بابه أحب من أحبه وكره من كره أما أن نستغل اسمنا اسمي مثلاً استغلنا اسمي الآن وأجول وأقوم بدورات ألفين درهم للرجل الدورة فيها ميتين واحد إذن خير لمن الرقية الشرعية؟ أنني أتعب وأجد وأجتهد وهمم الناس وأحزان الناس والضغط في المواعد والمتابعة وكذا وكذا إذن ميتين واحد يحضر عندي أنا في دورة مثلاً وألفين درهم للوحد مثلاً خير واليوم أكون في العيون غداً في طانجة طائرة بعدما أنتهي أذهب إلى أنا في وهران أنا في مدينة أخرى ثم أنا في طرابلس أنا في تونس في سوسة صح ولا الله؟ وأقول إخوة خوضوا إطار فيه نعيم ربيع تزكيخ نعيم ربيع أنك قمت بدور نجحت فيه المتحان آه نعيم ربيع المعروف لأنترنت الذي عنده كذا وكذا هذا سبق وانته المدى على يديه وأعطاه إذن هذا متمكن نذهب إليه ونسوا فيأتون باحثين عن هذا الأمر أكثر ما يبحثون عنه عندك لكن لا أستطيع أن أفعله لأسباب كثيرة جداً لأسباب كثيرة جداً أول شيء أعلم أني في ثلاثة أيام لا أستطيع أن أعطيه كل ما عندي سبق معاً في جزئية واحدة ربما يفهمونها مني وربما في مئتي واحد قد يفهم مني واحد أو اثنين أو عشر إذا أردت أن أبين لهم حالة تلبس الجيف الشقية من الشمال التي ربما تغيب عن كثير من وغيرها كثير الأمور التي ربما ليس ربما قطعاً لا أراها في الدورات وربما تعد من الخرافات فكيف لنا سوف نمكن ونعطي للناس علم في هذا الباب نقيم الدورات بإنسخ لسق بما يقال هنا يقال هنا بالحفاظ على الوطرة والحفاظ على الشماخ والحفاظ على الإسم وبالحفاظ على عدم الكثار في الكلام والبعد على الأنظار والتحسس والتجسس وسأكون شيخاً داعياً موفقاً وأخذ أعطاب الناس وأخطاء الناس فإذا أرضحني تكلم رميته في مقتل هل بالله عليكم يا إخوة هذه دورات أفيقوا أفيقوا يا إخواني لا تعظموا الرجال ولا تقدسوهم نعظم العلم نعظم العلم لكن المبتدئ المسكين والذي لا يعلم هذا الأمر المسكين الذي في بداية السير والذي لا يعلم يظل أنه إذا حضر خراص سيخرج وقد أصبح عالماً أو عنده ورقة سوف تنجيه هذه لا تتهني ولا تسمي من جوع وإن حضرت عندك كبار العلماء عشر وعشر عالم في دوره في ثلث أيام وتخرج بخفيحين صفراً لا إذا إذا عندك لم تنفع نفسك ولا غيرك إذا أنت صفر على الشمال فأنت صفر على الشمال هذا وجب أن يعلن هذه الحرب من أسبابها الحفاظ على الدورات الحفاظ على الدورات فلا يبد أن تبقى الدورات غنيمة باردة تبقى الدورات ماذا؟ غنيمة باردة في المغرب في الجزائر في تومس في ليبيا فإذا حاول أحد أن يكون في هذا الباب لأني قمت بإعلان سأقوم بدورات ولا يستعني يقول لي مباشرة لا وسألت وجه في وجه قال لي قم بالدورات إذا كنت مخرف لماذا تقول لي قم بالدورات؟ هذا تناقض هذا تناقض صحاً لا إذا كنت مخرف وفأفسدت عقائد المسلمين إذا سأعلمهم الخرافة وأفسد عقائدهم فلماذا تقول أمام الناس وأمام الإخوة في مجمع قم بالدورات هنا هذا تناقض عندك تناقض واضح مفهوم حتى إذا أردت أن أقوم بدوراتنا لنقوم به بالدور لتقوم به أنت وهو البحث عن المال مفهوم فقد جمعت الإخوة من جيبي وما أخذت منهم درهما جمعت الإخوة من جيبي وما أخذت منهم درهما وأقيم الدورات بإذن باسم الجمعية ولا أرجو منهم مالا وإن علمتهم سأعلمهم ما يعد العين بالنفع من خلال واقع لأني أنا لست تنظيري فقط بل عمري أغوص مع الحال وأتعمق في جذورها فأعلم بفضل الله جل وعلا ما لا تعلم من أسباب المسي وأسباب السحر وأعلم بفضل الله تعالى أنواع الجن والشياطين ونقاط الضعف بفضل رب العالمين فإذا علمتها للناس هي صدقة جارية هي ما نراه والتحق بي بفضل تعالى حقائق عظيمة حينما يعجز عنها العقل يسميها الخرافة مفهوم حينما يعجز عنها العقل تعد من الخرافة ولكنها هي منهج أسير عليه ليس مع حالة وليس مع حالتين وليس في يوم أو يومين وليس في شهر أو شهرين وليس في عام أو عامين هي سينوات مع المئات وآلف الحالات إذا شيء ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله جل وعلا علم إذن احذروا الدورات ليس أعد للجميع أنا أقول بمن يتعالم أمن أراد أن يبسط يديه لكي يساعد إخوانا فمرحبا به لكن لي يعطينا اسم الشيخ والمشيخة وفي النهاية يخرجون الناس بأشياء ربما يخرجون يخرجون بأعظم منها مع ناس لا يسقطونهم في الزلات ولا يسقطونهم في المكائد وفي المصائد وفي التناقض مفهوم إن السر والسبب أن يبقى اسمه في المغرب يقام فيه الدورات دخوله لن يكون دورات علمية أتحداه لن يستطيع أن يدخل للمغرب ليقيم دورات فقهية أو شحل الموتون علمية لن يستطيع لأن الغلافة والغطاء والرقية الشرعية والدورات التي هي عادية لكن بالنسبة للعام أو المبتدئ قد يراها أنها شيء عظيم أقول أن الدورات مهمة في الرقية الشرعية لكن لمن سوف يعطينا الفائدة والزيادة أما من يعطينا التكرار ويرجع بنا إلى الصف الأول ويرجع بنا إلى الخلف نقول له يبقى في بلدك عندنا من هو أفضل وخير مفهوم؟ مفهوم؟ إذن الدورات مفاسدها موجودة قد يظن الظان أنه أصبح خلاص له تزكية وفي النقلم أنا لم أزكي أحدا خذوها هذه صفحة على الرقبة ثم قال لهم ليس فيكم متمكن خذوها صفحة ثانية والبعض أصبح يتملق ويبحث لعله ينجيل ويلقذنا بتزكية أو بكلمة أقول لكم أحبابي وإخواني وإن فهذا سأجلي إن شاء الله في بحث في دستوري الإكسترامي عندي أقول لكم هذا الدليل سمعوا جيدا أحبابي الرقاء المغاربة إياكم إياكم فمن عرف حاله وعلم سيره ولازلت تبحث لعل لعل أخشى عليك من الهاوية أرجع بكم إلى قبل الله 18 سنة تقريبين 16 سنة أو 14 سنة هكذا تقريبا كان عندي أحد إخوة الرقاء أحد إخوة الرقاء موجود إلى الآن تواصل معي وقال لهذا الشيخ الذي يفعل الفتن الآن قال لقد وضع صورتك على موقعه سمعوني جيدا أعيد عليكم الكلام وأكرره وإن فا أبحث وأعكف عليهم جميعا حتى استخرج الصورة لا زالت عندي أنا أحتفظ 20 سنة لا زالت عندي نعكف عليها نجبدة بإذن الله تعالى كما جبت الصورة التي كانت في مسجده سمعوا جيدا أنا لا أنسى الحمد للرب العالم وليس تدي العبرة له وإنما للرقاء المغاربة سمعوني جيدا أحبابي وإخوان جميعا لأن هذه نقطة مهمة جدا وبأسفة نخسم هذا الموضوع اتصلوا لي علي أحد الإخوة الذين هم رقاءت الآن قبلها لم يكن راقم إنما كان من المحبين وكان جزا الله أخر يفتح صفحة في الفيسبوك باسمي بعدها أصبح راقم من رقاء المعروفين الآن توصل معي وقال لي إن الشيخ فلان الذي نتكلم عنه الآن لقد وضع صورتك في موقعه أرسل لي فدخلت لأرى فإذا بإسمعوا إخواني كان عنده مشكل في تونس مع الرقاء في تونس وهذا ديدن وهذه سيرته كان عنده مشكل مع الرقاء في تونس وأحد الرقاء في تونس تطاول عليه هل تطاول عليه أم عليه أم أرى أرمي يعني يجعلني طريق أنا لا أعرف القصة بينه وبين الرقاء في تونس حينها لكن كيف أعرف أنه عنده مشكل مع تونس من خلال الممشور والمقال الذي وضعه على موقعي وعليه صورتي وصورة المقطع المقطع اللازل عندي إلى الآن على قناتي في أول مركز كنت أسسته أول مركز مع أخت أنا جايز قريب منها تلبس السواد وأنا قريب منها يكتب في موقعه من الذي يتطاول على الشيخ نعيم ربيع بهذا المعنى الذي عمى نفعه وكذا وكذا وكلام طيب بالأحمر وصورتي موجودة وسط مفروم أنا نعيم ربيع يضع هو هذا صورتي صورة المقطع لي على موقعه ويشني علي خيرا أبحث عنه وأستخرجه وأعذر لكم بإذن الله تعالى والله على ما أقول شيء طيب ما السر؟ السر مشكل مع التونس فلابد أن يسقط التونس بنعيم ربيع وهكذا الغد لابد أن يسقط فلان بفلان وهكذا فلان بفلان إنسان عنده مشكل هنا عنده مشكل وعنده مشكل هنا يبحث عن المشاكل دائما لكن إذا نظرت في وقع الرقية الشرعية العملية بعيد عن الرقية الشرعية العملية بعيد كل بعد عن الرقية الشرعية العملية والله سأبحث عنها وسأضعها بعيد كل بعد قلتكم عندي أدلة قوية أنا لم أسألش ليه بك مش رد عليه فربما يقول لك قد يهي من كنا نراك على خير والآن ما الذي تبدل وتحول وتغير؟ وقبل ستنوات حينما كذبت عليه ما الذي تبدل وتغير؟ عفو هو يضرب هذا بذاك هذا هو فعله من قديم يحافظ فقط على الدورات منذ سنوات لأن الدورات إخواني لا تتطلب شيء مثلا أنا سوف أأتي بكتاب أحرر مسألة مجلد أحرر مسألة من مجلد أحرر مسألة من مقطع أحرر مسألة وإن لم أكن معالجا تفهموني جيدا ثم أضع عندي برنامج خاص بدورة مثلا سأتكلم عن العين وأسبابها كما نرى على منصة زادي مثلا وكذا 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 وأبدأ ألقي الدورة لأن الذين حولي مساكين لا يفهمون إذن أنا بالإسلام شيخ وعالي لكن ما يعطيه لهؤلاء سيعطيه لي أنا؟ أبدا لا لا يمكن لا يمكن واستحيل لكن إن دا ارتقيت بعقول هؤلاء وعطيتهم ما عندي مباشرة بطريقة سهلة يسيرة مكنتهم من بضاعة مهمة جدا لكن لا نستحمر العقول لا نستحمر العقول حتى نبقى نحن في مكان عالي والناس قدائما لا تفهم ولا تعقل إلا إذا كان إذا كان الذي سوف يوجه ويعلم بضاعته مجاة أو فارغة حينها لا يولام لكن يولام من أعطاه الهالة والتقديس والتمجيد فوق قيمته وفوق قدره مفهوم هذا كلام وجهته بهذا الأسلوب ليس له هو ولا يعنيني ولكن للرقاة المغاربة أوقفوا هذه المهزلة أوقفوها واحترموا بلدكم واحترفوا أنفسكم احترموا أنفسكم صغيركم بفضل الله تعالى عنده علم في الرقاة لا يغرنكم خولهم التخريف وكيت 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 نعم نجلس عند العلماء عندنا علماء ونجلس عند رقاة وعندنا متمكنين وعندنا رجال بفضل الله عز وجل فلا نحتاج لتقديس وتعظيم الرجال وفي النهاية ورمى المغرب أنه سأبلد السحر ولا خير فيه ولا رقاة فيه ها؟ كيف ما يقولوا واحد المثال تكلون مع الغلة وتكفرون من الله يعني تجيوا تأخذوا خير المغرب وتمشيوا تسبوه يساعدكم في الدخول والتأشيرة والطائرة والسيارة والفندق والدورات والتعظيم والإخوة قبلوا اليد والرأس وفي الاحترام والبضع التي يأخذها أنا ما احترامي أسأل الإخوة الذين حضروا ما احترامي ما احترامي هل ما أخذته في الدورة الرؤية الشرعية نفعك فيه مع الأبالس والشياطين والجان والمرضى والعاشق والعفريت هل نفعك في أنواع السحري والعين والحسدي هل نفعك إذا أخذت الدورة من أجل بعض تأخذ بعض النقاط العلمية المعرفية التطقيفية كذا جيد لكن هل نفعك نحن الآن نريد أن نرتقي هل نفعك حيث أصبحت تحقق وتفهم نوع العلل ونوع الحالات والإصابات هل نفعك سؤال فقط هل نفعك أطبط لا تتكلم عن الطائر أعترق هذا شيء كل المغاربية يجدونه وهو الذي حسسه للسؤال апقتحسر قحسر 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 رقص ويرمي به الناس على أين ليس موضوع هذا بموضوع سكر أن يفرض على الحالة فقط هذا إشارة لكننا قد بيناه أمه عظيمة جداً في التشخيص إطارة النفس التحقيق المتابعة الجد والاجتهاد صح ولا لا فلهذا وجب الإخوة أن يقفوا مع أنفسهم قفوا مع أنفسكم وعرفوا قدر الرجال وقدر البلد لا ما كنتكلمش عن نفسي يظن أن يكون أن يكون ذلك لا ركل واحد عنده عينك يشوف بها وعنده عقلك يفهم فيه وعنده قلب يعي به جيد لكن كفاكم من التنويم المغناطيسي التنويم المغناطيسي كفا التنويم المغناطيسي كفا تخذير العقول كفا الاستحمار كفا التبعية كفا لا تكون إمع قلوا كفا مفهوم يعطي نفسه هارة التقديس والمشيخة الكلية يكون تبع له من أجل ماذا ما حصلنا علم ما حصلنا إصلاح ما حصلنا اجتهاد حصلنا الفساد والإفساد والضلال والإضلال وتشرذم وتمزق وتفرقه وأقول لا يستطيع أن يدخل المغرب من أجل أن يقيم دورة في فن من فنون العلم والفقه فقط في باب الرقية وإذا قلنا في باب الرقية فأنا مستعد ليقول لا سيدة برديغ نستد فيها أدعو على حسابي أن يأتي والحالة موجودة ويظهر لنا كيف سيعالج ونعطيه من الوقت الكافي قل لك دورة قد يعلم في ثلاثة أيام ونعطيه حالة يبقى معها ثلاثة أيام عدنا حالة نعطيه بقى معها ثلاثة أيام احترف عدة وقدم ناس نعالجه بإذن الله تعالى ليعلم الناس قدر المغاربة ليعلم الناس قدر المغاربة هو لا عنده شيحات مستعصية يجيبها معاه بفضل الله ماشي كانت تعالى ولا كانت تعالى وهذا غيب الرقيا والجين كذا ولكن نتكلم عن أدوات نعرفها بإذن الله تعلمناها ونرأوك لها بإذن الله عز وجل كما دعوتك إلى بيت الطائرة حسابي أدعوك لكن بشرط أن تكون تحضر لعيمة القرية يخليه عندك أن نزلو الطاب لا أن نزلو الأرض أفهم؟ أن نزلو الأرض خذ الحالات وبينا ماذا سوف تظهر؟ ماذا عندك؟ ما في جعباتك؟ خلاص وبهذا الفصل أما أنك تعالى عن الإخوة وتقول لهم دورات وتسبهم ما حقك؟ معلم ما حقك؟ من تلك المعلم تخذ فلوس معز مكرم وتسب المغرب لكي تقلب علاقة بالأخرى أو لا تدير تدير القلقة أو الفتنة تعد فريق على حساب فريق حتى تكون لك الكرة والكررة والكررة ليست كل الكرة تسلم الجرة وليست كل مرة تسلم الجرة هذه مرة تكسر الجرة هذه المرة تكسر الجرة ففيقوا يا إخواني الدورات والله أنا أقول لك شد كتاب مثلا وقرأه ثم أخذ كتابا آخر مثلا وأقرأه مثلا أخذ كتاب مثلا وأقرأه عادي كلك هم كتابة في البيت كلك نصيب من المعرفة ومن القراءة أرجع على المقاطع وأحقق ودقق مفهوم أرجع للخلاف في المسائل ويقول لك يعني زاد شمر في ساحة الرقية وأسقط ما تعلمت والاستشكال الدور ثلاث عقود ستصبح بإثناء خزانة ومكتبة ورصيد ينفع الله به البلاد والعباد مفهوم كيف يأتي إنسان هو يرمي المخرف بالمخرافة والخرافة ليست خرافة ويرميه على أنه عنده الجهل والجهالة وليس الجهل والجهالة ولا تدر من العلم فلا نرى علم بل تعالم على حساب العلم وتنتظر حتى لا أعطل عليكم أحبابي وخواني لا أعطل عليكم لعل الرسالة وصلت لعل الرسالة وصلت لعل الرسالة وصلت لعل الرسالة وصلت ولهذا نضع المقاطع يوميا لنعلم أن هناك من يطالعها ليس بعين الصخط إنهم بعين الرضا يبحث فيها ويتعلم منها بفضل الله عز وجل يتعلم الصغيرة والكبيرة في عالم الرقية لو أعطيتكم المخطط الذي عن اليوتيوب الدول التي لا نعلمها وأجزم أن كثير منكم لا يعلموا هذه الدول يتابعنا أفرادها ويتعلمنا الرقية الشرعي جزر لا نعرفها دول لا نعرفها تتابعونا ويلسن أهلها ويشكرون أنهم تعلموا من الرقية الشرعي قال لك في إيران أهل السن رسلوه أنني أفسدت الرقية ويسنع على سير خشيتون أقول أهل السنة أصبحوا قوة ويحاربون السحر الشيعة وتواصلوا معك أن توقفا سهما قويا يقف سلاحاهم خشيتون أقول هذا خشيتون أقول هذا الذي تعلمهم أهل السنة في إيران ولتواصلوا معك هل هم أهل السنة أم لا الله أعلم إن كانوا أهل السنة فحق له من يتعلموا الشيعة لكي بن؟ أن هناك أهل السنة One و swatch به ولل من الخليج وجدت عندهم أسحار من الكويت وبحرين بسحر الشيعة أسحار قوية جدا فحق لمن يتعلم كل أساليب اجتيادية حتى يقف هذا الأذى لأن من يعيش مع الناس في أرض الواقع ليس كما يعيش معهم مع الحاسوب وفي الدوارات من يعيش مع الناس على أرض الواقع ويرى الأنين والألم والمعاناة ليس كما يعيش معهم في الدوارات أو على حساب الحاسوب والجوالات أتشرف أن يتخرج الناس في كل عالم من هذه المدرسة النعيمية والربيعية أو أكاديمية قل ما شئت الحمد لله خرجت في المغرب رجال رقاة رجال نتشرف أن يكونوا رجال لنذمهم ونسبهم كما تقول وتنعتهم أنت لتبقى أنت القلم الأحمر العلم أبدا لن يكون هذا سيكون لك على حساب ضعاف النفس والإيمان أما الذين عندهم نفس في السماء فبطبيعة الحال لم تقى منهم هذا أبدا ولم تره منهم بفضل الله جل وعلا الأمور اتضحت ولا عندي واضحة من زمان نحن نعلم الناس مجانا لا نترى حتى نقوم دورة هذه الأسرار التي نبينها للناس لو كنت أريد أن أقيم دورة أقيمها بالملايين سمعها مني لو كنت أريد أن أحتفظ بالأسرار التي أظهرها على القنوات وعلى حساب فيسبوك لأقمتها بالملايين أجل لهم فقط شيء وأخفيها حتى يكونوا في دورتي سوف يأتي الناس من الجزائر ومن ليبيا ومن تونس والله يأتي الناس من خارج المغرب من أوروبا كانوا يأتون ويجلسون عندي في القاعد خطة ينظروا كيف أعالج الناس مباشرة وأنا وقفت هذا لأنه لو استمرأت في هذا يكون ضغط علي من ناحية المرضى وحتى من ناحية ما يتولي يتعلم مفهوم فلو أني فتحت الآن باب لتعليم الرقية الشرعية ووضعت إعلان أنا أمتيق رغيئة الناس من كل أنحاء العالم ولكن ماذا سأعطيهم في ثلاث أيام لا أعطيهم شيء في ثلاث أيام يالله أن نسلم عليهم كيف ما كان أعمل مع الحالة ساعة فقط كي أسمع منها ثلاث أيام ربما يا الله أعرف شخصيته أعرف طريقته أعرف سلوكه أعرف مذهبه منهجه صح أو لا هل مدرسة تخرج الناس في ثلاث أيام أبدان هناك امتحان يقام في ثلاث أيام يكون حصر العلم سنوات ومدة امتحان تكون ثلاث أيام في مواد صح أم لا قد يكون سنة كاملة وهو يدرس والامتحان في ثلاث أيام فكيف سنهيئ ونعلم في ثلاث أيام ونعطيه ورقة ونغش الأمة ونغش الناس والمرضى والمعالجين قل أنك الآن أصبحت مؤهل إذا بعالجي الناس أليس معنى هذا أنك تعطيه ورقة أنه خلاص قد تعلم منك أما أنك تقول غير هذا خلاص حضر الضورة كان من الواجب أن الذي لم يتعلم لا يأخذ ورقة لا يأخذها ولا يشر إليه لكن يأخذها من رؤيا وعلم منه النجح في الامتحان فهل هذا الامتحان على أي نظام يقيم هذا الامتحان على أي أسس إذن بهذه الدورات عم الفساد لا أقصد الفساد العقدي أو الفساد العلمي هناك فساد آخر وهو فساد من حيث أن الناس يظنون أنهم خلاص أخذوا ورقة تزقية أو أخذوا ورقة لوج إلى هذا العمل ثم هناك غش من الذي علم هل بيّن لهم بالفعل ما ينفعهم مع الحالات هل هو يطلبهم بالتواصل معه هل هو تواصل معهم لأنهم أصبحوا في حكم الطلبة عنده والتلاميذ عنده هل تواصل معهم طيب لا يمكن أن يتواصل معه هل علم أنه حينما ذهب كما فعل بسلسلة هل قام بسلسلة يتابع فيها دروس خاصة بطلبة التي كانوا عندي في المغرب أو قامت لهم دورة في المغرب هل كانت هناك سلسلة تعوية تثقيفية منهجية علمية حتى يبين لهم كيف يسير على طوال مضار السنة ثم تكون دورة ثانية وثالثة ثم حينها يبدأ يأخذ القلة فالقلة حتى يؤهل من هذا الكم عشر أو أربعة أو ثلاثة يؤشر إليهم بالبنى قال يعني هذه الحقيقة ولن تكون أنا رسالتي من هنا إلى كل أنحاء العالم إلى كل رقات في العالم إذا كنتم تريدونه في دورة فخذوا منه البرامج التي سوف يعلمكم هل فيها جديد أم هي تكرار لأن البضاعة ضيقة محدودة ما يقال هنا يقال هنا يقال هنا كما قلت لأن البضاعة محدودة ما يقال هنا يقال هنا يقال هنا من حق أي جمعية تتصل به يكون عندها شخصية وقوة تعرف البرنامج الذي سيسطره وماذا سيعلم الناس عشوه إذا احذروا من الدورات وجب على من يعلم الناس في دورات يعلمهم ما يعد عليهم بالنفع عقدياً فقهياً علمياً واشتهادياً لأنك تقول دورة إلى الرقات من أجل ماذا؟ أن يتعلموا كيف يعالجوا الناس هل أعطيتهم أسرار علاجية لا نقول أسرار إنما بمعرفة الشهادة الذي وصلت إليه أنت سوف تعطيه التلاميذ والطلب الذي جاءوا عندك من كل فج عميق فهل خرجوا بزيادة علم أم رجعوا بشيء عادي وربما فيهم من هو ما تعلمه يدرسه لك بالتفصيل أنفع وأجود وأحسن وأتقن مما نطقت به لكنه من السنابل تلحن بالتواضع والفارغات رؤوسه من الشوامخ ربما يظن فيه جهل لكنه صامت حليم لا تظن الناس كلهم سواء ولكن يقول ربما أخرج بفائدة فإذا به يخرج بالغصة أن ما سمعه كان يسمعه من علماء هو بالتفصيل هو تفصيل أجود وأعظم وفيه علم غزير إذن حتى لا قطيب الله فيكم احذروا احذروا أقول الظورات تقام على أس علمية تقام على أسس علمية وتقام على أسس اجتهادية لأن الراق الذي سيأتي إذا كانت تقول هذه لا تجوز ماذا سيستفيد منكم الرقاط أفهم أما الحرب أن تبقى من أجل حفاظ على الإسم حتى تكون دورات ومال أنا أقولها صراحة هذا الأمر غيطي فأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير لا يعني كلامي هذا أن يحذروا أصحاب دورات أن أعلموا في المغاربة طيبين وأعرفهم كذلك في الخليج طيبين ولكن أقصد من يتكلم يرمي الناس بالحجر وبيته من زجاج وإذا رميتنا فأقول لك جزاك الله خيرا فقط حينما ترمي شخصي بيّن بالدليل لأني لن أتوقف ولن أسمط ولن أسكت بيّن بالدليل بيّن بالدليل بيّن بالدليل وأظهر بالحجة والدليل ولذينا نطالبك إن كان فيك ضمير وإيمان أن تضع المقطع كاملا أما كلما جزأت وختمل ما يوافقك دلالة على سقوط مدوي دلالة على ماذا؟ على سقوط بالقلقال سقوط رم هذا سقوط خطير جدا أن الكل يطالبك بالتسجيل وإلآن تبتنع ولن تقدر ولن تستطيع هذا يجلي حقيقة ما نقول واسدقى ما نقول وظهر عيبك وظهر حالك احترمناك لشيبك ولسنك وكنت تظن على أننا خرفان ونعاج وخففش وأقولها لك كلما زدت مكرا زدنا صدقا وكلما ازددت جهلا ازددنا حلما وعلما والفصل في هذا في أمرين اثنين ضع المقطع كاملا وجل لنا الأخطاء بالعلم لنجل لك كذلك ما عندك بعلم أما الدورات فدوراتك مشكور لا نبخص الناس أشياءهم تعلم منك من هم في بداية الطلب أو أناس أعاجل لا يفقهون العربية سواء كانوا عرب مسلمين مقيمين في أوروبا أعلمهم أو أناس لا يجدون العربية أعاجم في دول أنت تعلمها وحين يروا من يتكلم بلسان عربي مبين عندهم في التقديس والتمجيد وعلو المكان خاصة إذا كان لبس العلم وفي هذا المجال الذي قل فيه من ينظر ويعلم وكلامي واضح أما في المغرب فنحن أخذنا هذا الباب بالجد وبالعلم وصعب أن يأتي إنسان ليرحك على عقولنا قد يغتر مساكين في بداية الطلب لكن يجي عندي أنا يتحكي عليهم يريح قدامي مئة خلق فيهم الجين وكل واحد يقوله في الأخر أنت عندك كده أنت عندك كده أنت قلتي أنت تحركتي في كده يقول لي قلت عليكم نعم قلت عليكم الحمد لله رب العالمين 20 عام ذاك تتسع لمئة أو مئتين في مجلس ومناس إذا لسنا لا سفهاء ولا أغبية نعرف كل شيء بفضل تعالى لكننا تعلمنا الحلم والصبر والعفو والتغافل تعلمنا التغافل لكن في التغافل لسا الجهل ما يسمعناه الجهل ولكن لنضع كل واحد في قالب خاص وفي خانة خاصة عفو أما الضورات المسائل الأولية نعم مسائل تفصيلية لا أنا أقوم في المسائل التفصيلية لا في المسائل الشهادية لا في المسائل العملية لا هذا هو التفصيل المسائل العملية لا هذا هو الكلام أسمح لي لا هو الكلام أما نحن بالفضل عز وجل العمل 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 كان شم الحالة كان بحب بموعظة بدعوة بطريقة دينا بتشخيص أعراض ببحث بكذا بكذا لكن لما تبدأ الحالة القتال خلاص شيء آخر بفضل أسفو وهذا الذي يحتاجه الناس هذا هو الذي يحتاجه الناس بفضل أسفو أسفو ما فهم إذن الفرق بيننا وبينكم كبير جدا ولهذا الناس تقطعوا هذه المسافة تأتي عين لنا وتبقى في الفنادق وهنا أسفو تزيل دورها بفضل عز وجل تقول لك ذهبنا لكن ما وجدنا شيء تقولك ذهبنا فما وجدنا شيء وجدنا خمس دقائق ربع ساعة وجدنا شيء يعني لم نتحرك فتهم على معارق دينا بالصح يقول لك سبحان الله ما كان يتحرك في شيء تحرك وتكلم أدخلته أنا لكن ما عندي في الملك ادخلته كمانا ساحع فيقول لك لن أذهب سأبقى هنا تقول لك جلسة في أسبوع يقول لك نعم أبقى مع كامل احترام جلسة في أسبوع ويبقى طول الأسبوع في الفندق يحتفظ على هذه الجلسة لماذا؟ لأنه رأى النتيجة وكل أسبوع وكل شهر عندنا حالات من هناك ولا أرى أن هناك مغاربة يأتوا ليأخذوا طائرة ثم يذهبوا كي يأخذوا فندق ليحفظوا جلسة عندك أنت إلا إذا كان سيذهب إلى بيت الله الحرام فقط 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 المغاربة يذهبون كي يذهبوا إلى بيت الله الحرام حج وعمره لكن يذهب وطائرة وفندق كي يحفظ على جلسات عندك لا أظن لماذا؟ ليس عندك ما في الدكش لا تعرف لا تستطيع ماشي كان تعالوا أعوذوا بالله واجب أن نتكلم بهذا الليسان في هذا المقام ليعرف كل واحد مننا قدره أحب من أحب وكريه من كريه لا يقول لي أحد إذا أسأت الخلق لا حينما يسب ثلاث شهر أنا ما سبب لكن أتكلم بالحق عفوا أظن المغاربة يأتوا عندهم من ناس من كل مكان من السعودية من الإمارات من المحرين من الكويت من قطر من الخليج من أوروبا نلقى في الخليج يأتي والسعودية خصوصا يأتي والناس بفضلها عز وجل والله الذي لا إله إلاه يأتي الناس من السعودية وقلوا ليس عيدنا موعيد قل لي يا شيخ جزاك الله قل لي ما عيني موعيد لا أستطيع ممكن أنك تحتفظ من رقم أو تدعى رقمك هنا وتصل بعد شهر أو شهرين ليست عاليا نحبهم جميعا في الله لكن هذه الحقيقة عندنا اكتظام لكن جاء من السعودية نقول له اذهب عندك يقول لك ماذا أنا جيت عندك أنت أنا صحرت تسيح للجلب قالوا نعم ربيع الكل حوله احذروا إنه يسحر إنه يسحر يسحر الإخوة ويسحر المسؤولين ويسحر كل الأنصار والمهاجرين والمرابطين والموهيدين قالوا إنه ساحر يسحر من يلازمه سيسحره كيف يعني كل من لازم أصبح يحبه هذا فضل الله يتيه من يشاء كيف أسحر يا أحبابي طيب لن أتوقف والآن فقط الآن أشرت إلى الزر الضوء الأخطر وسأبحث الآن في في الأرشيف وسأحيي أشياء قديمة جدا والله لست ظالم أقسم بالله دعوت إلى السلم ودعوت إلى الحلم وإلى العلم وإلى التآخي وإلى الرحمة ورمين بالسفة والكذب ورمين بأمور عظيمة جدا لا يقبلها عاقل فكيف يقبلها طالب العلم أو تأتي من شيخ أو كما يقال عيب أنا فقط إذا كذبت علي جلي كذب أنا أتكلم بالحج والدين البرهان الضوالة هذه تقام من أجل المال وإذا كان نفعها واقع فلماذا يسائلهم جميع المغاربة ولماذا يسائل قبلهم من التوانسة وغيرهم كثير ثم إذا كانت هذه الرقية هي محل اجتهاد كما يزعم في مقطعهم لا أريد أن أأتي لها لأننا عندنا قاد كثيرة أجعلها في موضعها فلماذا تسئل المجتهدين ولماذا لم تستعين الآن أنك تجلي أخطائي أو تبينها مفهوم على أين على أين انتظروا مني ما هو أعظم وأن لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى انتظروا مني بالحج والدليل ما هو أعظم ولسو ظالم وإن كان ورطه من ورطه إن كان هذا حقا فأني يعيد حساباتي لأن ما ظلمته أشهد الله عز وجل حينما أتيت إليه أتيت إليه وأعتبره في مكان الوالد وما كنت أقبال لأي شيء قديم أقسم بالله العظيم ولكن حتى يعض اليد الذي أثت إليه وسلمت وصفحت وقبلته لا خير فيه إلا إذا كان يظنني كما هو عاملني بما يخفيه لأنه يخفي مكر ظنني أني أخفي مكر أنا أشهد الله لا أخفي مكر مفهوم فقد يعاملك بما فيه فهو يحترز منك لشيء فيه ويظن كل الناس على شاكلته أنا جئت كمسالم لأن أكون سجد جئت كمسالم كلما تكلمت بحق وصدق إلى الآن وبيت الحسنية وحينما دعوتك لبيتي لم يكن فيه سلاح ولم يكن فيه مخزن ولا رصاص ولا كاميرات بعض الناس لا تعرف طعم الأخوة والمحبة والصحبة ولا تقدر الرجال بكثرة أنها تشك تشك أصباح تفوبيا عندها مرض مرض الخوف من الآخر الخوف من المجهول يخوفها الشيطان والعيث بالله وهذا المشكلة العظيم يحتاج الإنسان إلى أن يسرع وأن يقيه أو يقي نفسه على أي سأل الله لنا ولهو لكم المغفرة والتوبة والرحمة سأل الله جل وعني عفقنا لكل خير سأل الله تعالى يحفظنا وإياكم اللهم صلي على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للعالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر